بسم الله الرحمن الرحيم قال العلمة الصالح الفوزان حفظه الله في كتابه المنخص في شرح كتاب التوحيد وله عن عقبة بن عامل مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قصده ولا يتم له أموره كما أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل الودع لنفس القصد السابق أن لا يتركه الله في راحة واطمئنان بل يحرك عليه كل مؤذي وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل كما أنه يخبر رسل الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله المعنى الإجمالي للأثري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى فأزاله عنه منكرا فعله هذا واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة مما يستفاد من الحديث أن تعليق التمائم والودع من الشرك ثانيا أن من اعتمد على غير الله عامله العامله الله بنقيض قصده ثالثا الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مراده مما يستفاد من الأثر إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه وأنه شرك ثانيا أجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته ثالثا صحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له رابعا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة اشتركوا في القناة